بداية أهنئك على الدخول لهذا الدرس بهذا الكورس المكثف سنقوم بتخصيص 10 حلقات لكل مستوى ستتمثل كل حلقة بشرح تفاصيل المستوى مستوى A1 لمستوى B1 في الأوينة الأخيرة يتكرر علي سؤال متى سيتم الإعلان عن كورس مستوى B1؟ لذلك أود أن أخبركم أخيرا وبعد طول الانتظار كورس مستوى B1 أصبح جاهزا ويمكنك مباشرة التسجيل به ولا تنسى سيكون هناك عرض خاص خلال أول شهر ملاحظة مهمة جدا بكل درس من دروس الكورس المكثف سيتم الإعلان عن فائز جديد بالكورس الخاص لتعلم اللغة الألمانية لذلك لا تنسى الإعجاب بهذا الدرس ومشاركته وترك تعليق أسفل الفيديو وترقب السحب بالدرس القادم الآن كما وعدناكم لنقم بالسحب على الفائزين مباشرة الفائز الأول هو ألف مبارك المرجو ترك تعليق أسفل هذا الدرس لكي أستطيع التواصل معك مباشرة الفائز الثاني هذا هو الحساب الثاني الذي فاز بالكورس الخاص تذكر جيدا بأنك ما زلت تملك الفرصة للمشاركة فقط أترك تعليق أسفل هذا الدرس مباشرة التعريف بالنفس من أهم الأمور الأساسية يجب أن تكون على معرفة واطلاع بها ببداية تعلمك هذا الأمر سيساعدك على بدء الحوارات وتطوير مهاراتك بالتحدث يجب أن نعلم بأن التعريف عن نفس يتناول عدة مواضيع أساسية منها الضمائر الشخصية والأفعال وبناء الجمل البسيطة سنتحدث بهذا الدرس عن التعريف بالنفس بشكل مبدئي وأساسي أي ما الذي يجب عليك أن تكون على معرفة واطلاع به للتعريف عن نفسك بالمستوى الأول لكن بالدروس القادمة ستجد بأننا سنقوم بشرح الضمائر الشخصية بشكل كامل أيضا الأفعال وبناء الجمل لذلك فقط ركز وقوم بمتابعة الدروس بشكل متسلسل وركز جيدا بشكل بدله أنت فهمت بأن هذه الجملة تعني أنا أحمد أنا اسمي أحمد أو أدعى أحمد بالتعريف بالنفس هناك عدة طرق يمكنك قول أيضا هناك أحمد ركز جيدا بكل بساطة إيش هايس أحمد أنا أدعى أحمد إيش بن أحمد أنا أكون أحمد ماي نامي اس أحمد اسمي هو أحمد عادة طريقة التعريف بالنفس تعتمد على السؤال بحد ذاته أي مثلا إذا قام أحدهم بسؤالك في هايسن زي في هايسن زي ماذا تدعى حضرتك بصيغة احترام في هايسن زي ستجيب إيش هايس أحمد حسنا ماذا عن السؤال عن الاسم لدينا في هايسن زي في هايسن زي ماذا تدعى حضرتك أو في هايس دو ماذا تدعى في هايس دو الفرق هو أن هذه الجملة بصياغة رسمية وهذه الجملة بصياغة غير رسمية ولا تستبغض أحداث فخلال الدروس القادمة ستكون مدرك لكل أجزاء الجملة هناك عبارة مهمة عندما يقوم أحدهم بسؤالك عن اسمك وتجيب عادة أي بمعظم الأحيان تقوم بسؤاله أيضا عن اسمه هو مثلا أنت سألتني في هايسن زي وأنا أقول لك إيش هايس أحمد ومن ثم أنت زي وحضرتك أنت زي وحضرتك أي وأنت ما هو اسمك بصياغة رسمية وبشكل بديه بصياغة غير رسمية أنت دي لدينا أيضا من أين أتيت أو من أين حضرتك بسياغة رسمية أركز جيدا لا تقوم بترجمة الجمل بشكل حرفي ترجمة جوجل وبعض المواقع تكون غير دقيقة بهذه المناسبة انصحك باستخدام ترجمة موقع هذا الأمر سيساعدك بشكل كبير على فهم السياقات من أين أتيت حضرتك بصياغة رسمية أي تعني من أي بلد أتيت أي ما هو البلد الذي أتيت منه وبالصياغة الغير رسمية ملاحظ اختلافات بسيطة بالأفعال والضمار كما أخبرتكم مسبقا سيتاوضح هذا الأمر بالدرس القادمة مثلا أنا من المغرب أنا من سوريا الآن سنتحدث عن سؤال مهم آخر وهو بمعنى أين تعيش؟ هنا يطلب منك أن تقول اسم المدينة أو المنطقة بصياغة الرسمية بصياغة الرسمية وأركز جيدا ألم تلاحظ بأن هامبوك حرف الجي نطق على أنه كي وليس جي هامبوك بشكل بسيط وهذا الأمر يعتبر من أحد أهم الأمور التي تميز نطق المتحدثين الأصليين عن متعلمين اللغة وقد شرحت ذلك بشكل كامل بكورس المحادثة وأسرار النطق تلاحظ بأن هناك بعض التشابهات بسؤال والإجابة مثلا استخدام الفعل وتصريفه بناء على الضمير كل ذلك وأكثر سيتم شرحه بالدرس القادم تأكد من مراجعة معلوماتك بشكل جيد وتلخيص كل المعلومات في دفتر اللغة الخاص بك بالتوفيق يا أهلا مرحبا مجددا درس جديد من دروس المفردات سنبدأ الآن ببناء بعض الكلمات الأساسية لتعزيز مفرداتك اللغوية باللغة الألمانية فأنا متأكد من أن معرفتك لبعض الكلمات الأساسية سيعطيك بعض الثقة وسيفتح أمامك الباب لممارسة اللغة والبدء بالمحادثات الأساسية الكلمة الأولى يا يا نعم كرر ورائي يا 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 لا نلاحظ نطق مقطع الأي هناك أيضا أحد العبارات المهمة والأساسية شكرا دانك شكرا ويمكنك البناء عليها بعدة بدائل سيكون هناك درس خاص بالمستقبل لهذا الأمر لكن الآن يمكنك الاكتفاء ب دانك و دانكشن دانكشن شكرا جزيلا وشكرا بالإضافة إلى فيلن دانك فيلن دانك أيضا تعني شكرا جزيلا وللرد على هذه العبارات أيضا هناك عدة بدائل أبرزها بتة بتة وهذه الكلمة مهمة وأساسية باللغة الألمانية تستخدم بالعديد من الحالات قد تأتي بمعنى على الرحب أو من فضلك تستخدم للاعتذار ولقول تفضل وهل يمكنني وبالعديد من السياقات التي سنوضحها مستقبرة الآن عليك أن تعلم بأن هناك بتة وبيتشن بتشن أيضا هناك بتزع بتزع وقد تعتبر هذه العبارات غير رسمية أي تستخدم بسيقات الأصدقاء والعائلة في بعض الأحيان بالحالات الرسمية نستخدم كارل ورأي بتة بتشن بتزع كارل هنالك أيضا وتستخدم بالعديد من السياقات بالحياة اليومية وتعني لا داعي للشكر الآن سأقوم بإعطائكم بعض الجمل لكي تعتادوا على سياقة كيفية بناء الجمل الأضمانية ركز جيدا وحاول أن تقوم بإعادة تكرار الجمل بصوت مرتفع هذا الأمر سيساعدك بشكل كبير على تطوير مهارات التحدث بالإضافة لكيفية النطق ومخارج الحروف لا تقلق من كيفية بناء الجمل والسبب وجود الفعل بهذا الشكل أو تصريف ضمير معين كل هذه الأمور سنقوم بشرحها بدروس خاصة الآن فقط يجب عليك التركيز بهذه الجمل وحاولة فهمها وتكرارها وتأكد من تحسين نطقك لها كرر ورائي دي توة است تسو دي توة است تسو است كلاوس دا است كلاوس دا دا تعني هناك وتستخدم بالعديد من السياقات باللهجة العامية دا كيل شغانك است فول غنك كيل شغانك الأمر بسيط جدا فقط يحتاج للممارسة وإذا كان لديك أي مشاكل بنطق الحروف ومقاطع الحروف عليك العودة ومتابعة درس الحروف مرة أخرى هذا الأمر سيساعدك بشكل كبير فيجب أن تدرك بأن تعلم لغات عبارة عن تكرار وممارسة لا مفر من ذلك عليك بذل بعض الجهد في هذا الأمر دي كندع زين تفيك كرروا رأي دي كندع زين تفيك العطفال قد ذهبوا نلاحظ هناك كلمة ذك ذك حرف الجه نطق على أنه كه أكرر لكم هذه المعلومات قد شرحناها مسبقا بسلسلة أسرار النطق لذلك عليك أن تقوم ببناء الأساس بشكل قوي فهذا الأمر مهم جدا لكي تستطيع الإكمال بإنسيابية وسهولة ركز جيدا وحاول أن تفرق بين النطق السريع والبطيء إذا استطعت أن تستدرك هذه الأمور بالبداية سيتقدم مستواك بشكل سريع جدا سأقوم الآن بقراءة الجملة بشكل بطيء جدا وطبعا يمكنك الاستفادة من المزايا الموجودة بالتشغيل عن طريق تسريع الفيديو وتبطيئه الفتاة في الخارج نلاحظ عند قراءة الجملة بشكل سريع تاتشابك الحروف ببعضها جملة أخرى قم بتسجيل هذه الكلمات ستحتاج إليها بالمستقبل سأنهي هذا الدرس هنا تأكد من عادة الاستماع لكل الجمل تكرارها تسجيلها لديك في دفتر اللغة هذا الأمر سيساعدك على بناء أساس متوازن أتمنى لك التوفيق أراكم بالدروس القادمة يا أهلا بهذا الدرس سنتحدث عن الأرقام باللغة الألمانية لكن سنقوم بالعدل العشرة وبالدروس القادمة سنكمل ركز جيدا نول كرر وضائي نول إذا قمت بقول تعتبر صحيحة أيضا وقمنا بشرح الاختلاف بنطق حرف الأر بدرس خاص بكل اختصار هي عبارة عن اختلاف نطق حسب المكان إذا كنت من أهل الشمال ستنطقها دراي وإذا كنت من أهل الجنوب ستنطقها دراي وأجمالا كلاهما صحيح فنف 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 زكس زكس وسبب نطق الـ X هو مقطع الـ Z والها والـ S أيضا قمنا بشرح ذلك زكس زكس زيبن زيبن أخت أخت نوين نوين تسن تسن الآن قم بإيقاف الفيديو وحاول إعادة تكرار وقراءة كل الأرقام الموجودة حاول قراءتها لأكثر من مرة أحسنتم زي عقود يجب عليك تسجيلها وحفظ كيفية الكتابة والقراءة لها الآن لتسجيل عملية الحفظ سأقوم باختباركم بشكل سريع سأظهر لكم بعض الأمور على الشاشة ويجب عليك أن تعرف كم عددها مثلا سأضع أربع تفاحات عليك أن تقول فيا فيا ونزوغايته لوسكتز وإذا أردت أن ترد بشكل لائق أي أن تقوم بتكوين جملة أساسية مثلا بدلا من أن تقول ستة يمكنك أن تقول هناك ستة بيضات يمكنك طبعا إعادة الاستماع لأي شيء تريده أو الاستفادة من المزايا الموجودة بالفيديو وتسريعه أو تبطيئه كيفما شاءت كم عدد الورود بالصورة؟ نعم أخذوه Das sind zwei bloemen Das sind zwei bloemen Wie viele Telefone sind das? Wie viele Telefone sind das؟ كما عدد الهواتف بالصورة Das ist ein Telefone نبحث اختلاف تصريف فعل sein من sind إلى ist سنوضح هذا الأمر بدرس مستقل Das ist ein Telefone هناك هاتف واحد الآن قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تعود من الواحد للعشرة I was excited ممتاز دعونا نقوم بتجربة أمر مختلف قم بالعدد بشكل تنازلي جيد Das ist alles für heute هذا كل شيء لليوم Hallo Leute, ich heiße schon kommen بناء على طلبكم ولأهمية الكتب الأكاديمية سنقوم بتخصيص عدة فيديوهات لتلخيص جميع الكلمات الأساسية والمهمة داخل هذه الكتب هذا الأمر مهم وأساسي وسيختص عليك الوقت والجهد لذلك ركز جيدا لنبدأ مباشرة لكتسيون أينس تعني مرحبا أو أهلا صباح الخير نلاحظ دائما حرفين بالنطق السريع شبه لا يتم نطقهم أي ليست بل لدينا أيضا طاب يومك أو يوم سعيد جميل 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 أو فيداسين إلى اللقاء أو فيداسين جميل جميل أو 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 Die Frau Der Herr السيد Der Herr Der Name الاسم Der Name Der Frau Name الاسم الأول Der Frau Name Der Familie Name اسم العائلة والكنية Der Familie Name لماذا أخذت أدالة التعريف Der يجب أن تدرك بحالة وجود الأسماء المركبة كما تلاحظ أمامك نأخذ أدالة التعريف للإسم الثاني أي Name Woher من أين Woher kommen aus أأتي من kommen aus Aus تعني من وkommen أن تأتي إذن تأتي من أو يأتي من حسب صياغة الجملة Das Land البلد Deutschland Deutschland ألمانيا Deutschland Deutschland وإذا أردت أن تركز بكيفية تركيب الكلمة Deutsch ألمان Land أرض أرض الألمان أستغيش النمسا أستغيش Die Schweiz سويسرا Die Schweiz Wie geht's كيف حالك Wie geht's Sehr gut جيد جدا Sehr gut gut تعني جيد sehr كثيرا أو جدا إذن sehr gut Es geht لا بس Es geht Das Alphabet الأبجدية Das Alphabet Buch تبيع التهجئ Buch تبيع Auch أيضا Auch Danke شكرا Danke Ja نعم Ja Nein La Nein Sehr جدا Sehr Und حرف آطف ويعني و Und لكتسيون 2 صاحب العمل صاحب العمل صاحب العمل التدريب المهني أو التعليم المهني دي اوصبالدون دي بغوف المهنة دي بغوف دي هوخ شول المدرسة المهنية دي هوخ شول دي أونيفعزيتات الجامعة دي أونيفعزيتات نلاحظ أونيفع وليس أونيفع السبب أن هذه الكلمة دخيلة لذلك ننطق الحروف كنطقها بلغتها الأصلية أي بحالتنا هنا باللغة الإنجليزية دي عجوب العمل دي عجوب دي شول المدرسة دي شول الموقع دي شتلة أو دا باي عبايتن ألس أو دا باي أي كما لو أنك تقول أعمل في أو أعمل كا سواء منصب وظيفي أو مكان عمل شتوديغن يدرس شتوديغن عاطل عن العمل عبايتلوس فون بيغوف تستخدم هذه العبارة للتعبير أو لوصف مهنتك أي أعمل كا أو وظيفتي هي كذا فون بيغوف وس ماذا وس دا آشيتكت المهندس المعماري دا آشيتكت دا آت الطبيب دا آت دا فرزور الحلاق دا فرزور دا انجينيور المهندس دا انجينيور دا جونالست الصحفي دا جونالست دا النادل دا كلنا دا دا لاذا المعلم دا لاذا دع ميشاتغونيكا دع ميشاتغونيكا أي عامل الميكاترونيكس دع شتودنت طالب الجامعي دع شتودنت دع شولة طالب المدرسة دع شولة دع زكريتير السكرتير دع زكريتير دع في كيفة البع دع في كيفة داس ألتا العمر داس ألتا دع فاميلينشتاند الحالة الاجتماعية دع فاميلينشتاند داس جا السنة داس جا داس كنت الطفل داس كنت لابن يعيش لابن يعيش وحيدا ألاين لابن تسوزامن لابن نعيش شو سوية أي مع بعضنا تسوزامن لابن ون يسكن ون يسكن ون يشيدن مطلق في هاي غاتت متزوج في هاي غاتت لادش أعزب لادش إن تعني في وفو تعني أين يعتقد أو يؤمن أحد أهم الأفعال فعل التملك مخن يفعل مخن أبا لكن أبا لدينا أيضا كاين ونشت وتعتبر أدوات نفي لكتسيون تغاي 과�漢 دي فاميليا دي فاميليا دي فاتا دي فاتا دي متى لأم دي متى دي زون الإبن دي زون دي توختى الإبن دي توختى دي怖س فاتا الجد دي怖وس فاتا أو يمكنك أن تقول دع أوبا كذلك تعتبر صحيحة دع أوبا وتستخدم بكثرة بالعامية أي بالعائلة داخليا لكن بالمقالات والكتابة نستخدم دع كوز فاطع كذلك الحال بالجدة أي دي كوز متع دي كوز متع وهناك أيضا دي أوما دي أوما دي أنكل الحفيدة دي أنكل و دا أنكل الحفيد دا أنكل دا بودا الأخ دا بودا دي شفستا الأخت دي شفستا دا من الرجل دا من دا تستفهم تعني أي هناك بعض التركيبات التي تضاف لها مثلا S أو A لكن سنتحدث عن ذلك في وقته كم.. كم وثو؟ كم؟ Messiah كم كنت ω ahí الزمينة دا من الصدين جواب دا من الصديرة هو المدت دا ك LO إليك الدر مات لازم السليق دا باتنا دا przest suspects أدوات الملكية الأساسية أدوات المنزل أدوات المنزل الكرسي السجادة كبير قبيح صغير أو قصير حسب السياق كلاين وهناك أيضا كورتز تعني قصير حصرا لنك طويل لايشت خفيف أو سهل حسب السياق لايشت مدعن حديث مدعن بخاكتش عملي شلشت سيئ شلشت شون جميل شفع شفع كبير كبير وقد يعطي بمعنة طويل حسب السياق МЧر من العدنا من العدو من العدو من العدو من العدirable من العدو تجلل دعمدوا من العدان نعمد جعلنا من العدو رخيص لدينا أيضا بلش تأتي بمعنى رخيص عندما نتحدث عن عرض خاص عرض مميز بينما قد تأتي بمعنى أن هناك أمر رخيص لكن لا يعتمد الأمر أن جودته جيدة أم هو عرض خاص أم لا هو رخيص بشكل عام المساعدة الغرفة يحتاج يوجد يوجد نراحظ وليس فندين بل فندن الآي والإن ن وليس يقول نور فقط نور حقا فقط لكسيون فنف الألوان أزرق بلاو براون بني براون قل أصفر أخضر البرتقالي أحمر أسود أبيض جديد الغند المادة الزجاج الورق قلم الرصاص البرتقالي الكتاب الولاعة الزجاج الزجاج قلم الحبر المفتاح المفتاح الساعة الزجاج العنوان الإيميل تاريخ الميلاد المواصف عدد العم 해야 المخстро المخكمة المخكمة الانتاج الكلمة يكتب الآن المرء كل شخص يدع نوخ أين مال مرة أخرى نوخ أين مال لكسيون 6 مكان العمل المكتب المدير الهاتف المحمول التقويم التقويم دفتر الملاحظات هذه العبارة تستخدم عندما يكون شخص ما يتحدث ويريد الحصول على انتباه الجميع فمثلا يقول أختم أختم وبعد ذلك يبدأ حديثه الصورة والفرق بين هو أن رسمة قد تكون لوحة معلقة بينما فوتو تستخدم للتعبير عن الصور الفوتوغرافية بشكل أكبر من أخبر الضغط دير ستريس دي صايت الوقت دي صايت لاوقت كاين تزايت جين أن تذهب زوخن أن تبحث هايت اليوم هايت هي هنا مت مع مت او دا مرة أخرى دا لكسيون 7 دا أسفلوك النزه دا أسفلوك دا فيلم الفيلم دا فيلم دي فغيزايت وقت الفراغ دا فغيزايت دا سحوبي الهواية دا سحوبي دا سكينو السينيما دا سكينو مفضل أو الأمور المفضلة لدى الشخص بكن يخبز بكن بزوخن يزو بزوخن ترفن يلتقي ترفن فوتوغرافيرن يلتقت الصور فوتوغرافيرن كوخن يطبخ كوخن مالا يرسم مالا أو قد تأتي بمعنى يدهن يدهن الحائط حسب السياق دي موزيك الموسيقى دي موزيك شفمن يسبح شفمن زنجن يغني زنجن شباتسيان جين يذهبوا للتنزه أو للتمشي شباتسيان جين شبيلن يلعب شبيلن يلعبوا على الجيتار أو يعزفوا على الجيتار جيتار شبيلن كرة القدم فوس بال دائما غالبا منش مال أحيانا منش مال شكرا جدا أو شكرا جزيلا شكرا من القلب واضح طبعا هذا لا ينفع ولا يصلح أعتذر منك أو آسف السيارة الحوار أو النقاش الطبيعة شباس أو شباس محن أي عملية الإستمتاع أو المرح شباس محن كونن يستطيع كونن غاوخن يدخن غاوخن لكتزيون أخت داس كافي المقهى داس كافي دي باع البار دي باع دي كنايبة الحانة دي كنايبة داس موزيوم المتحف داس موزيوم داس غيستوغان المطعم داس غيستوغان داس تياتة المسرح داس تياتة أم تقريبا أو حول أم ناخ بعد ناخ فور قبل فور حلب تعني نصف حلب فياتل ربع فياتل بس تأتي بمعنى حتى بس دي أموغن غدا أو في الغد دي أموغن دي أموغن دي أموغن صباحا دي أموغن دي أموغن دي أموغن الظهر دي أموغن دي أموغن بعد الظهر دي أموغن دي أموغن دي أموغن المساء دي أموغن 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 دي وخه Das essen الطعام Das essen Das fernzinh التلفاز Das fernzinh Der kaffee القهوة Der kaffee Das radio الرadio Das radio Bald قريب Bald Spät متأخر Spät Vielleicht ربما Vielleicht Warum لماذا Warum Keine lust La raga أي La amleka raga القيام بأمر معين يعتمد المعنى على السياق Keine lust Lektion 9 Der apfel التفاحة Das obst الفواكه Das obst di oranje di oranje l-portugal di oranje di zalat di zalat di zalat di zalat di zalat di ghaiz دي تسويبل دي هنغا الجوع دي هنغا أو هنغا هابن الشعور بالجوع هنغا هابن فرشتوكن الافطار يفطر شمكن يتذوق تخنكن يشرب تخنكن لكتسيون تسن غايزن يسافر رايزن دي بانهوف حتى تلقطار دي بانهوف دي بوس الحافلة دي بوس دي هالت التوقف دي هالت دي فلوك هافن المطار دي فلوك هافن دس فلوك زوج التائر دس فلوك زوج دس جيبك الامتع دس جيبك دي كوفة حقيبة الصفر دي كوفة دي أس بان غطار الشارع أي الشتغاسن بان لدينا أيضا دي تخام أيضا تعبر عن غطار الشارع دس تاكسي التاكسي أو سيارة الأجرة ودي أو بان هو متر الأنفاق أي انتعغوند بان دع تسوق القطار دع تسوق أنكم وصل أنكم آسشتايجن النزول عملية النزول من وسيلة نقل آسشتايجن وآينشتايجن عملية الركوب أي ركبة مثلا آينشتايجن أمشتايجن عملية التغيير مثلا يغير القطار أمشتايجن لكسيون ألف دي آبايت العمل دي هاوسوفقاب الواجب المنزلي دي هاوسوفقاب دي باوزة الاستراحة دي باوزة دي تسايتونج الجريدة دي تسايتونج أينلادن يدعو أينلادن كاوفن يشتري كاوفن لخن يضحك لخن لعن يتعلم لعن شلافن ينام شلافن دراجة الهوائية دراجة الهوائية در شبوت دنكن يفكر دنكن لكسيون لكسيون در فرولينج الربيع در ثولينج در زمر الصيف در زمر در وينتا الشتاء در وينتا هذا كان كل شيء لدرس اليوم إذا كنت تبحث عن دروس متكاملة وشروحات منظمة ألقي نظرة للكورس الخاص بأسفل الفيديو وترقب المستوى التالي سأقوم بالعلان عنه قريبا أتمنى لكم التوفيق دمتم بخير مرحبا مجددا اليوم سنقوم بتلخيص مرجع بونز للغة الألمانية سنلخص أهم المفردات تحت العنوين الأساسية لذلك أحضر دفتر اللغة ركز جيدا لنبدأ بقروسونج التحيات والتعارف أهلا أو مرحبا ركز على نطق حرف A وال N طابة يومك مساء الخير إلى اللقاء وداعة لكن بسياغة رسمية أو في دازين تشوز تعني إلى اللقاء وداعا بصيغة غير رسمية في جيتس أو في جيتس ديع كيف حالك دانك شكرا دانك وبيت عفوا أو من فضلك حسب السياق بيت المعذرة المعذرة أو أستسمحك عذرا الآن لننتقل لي فاميليا أو الأسرة فاميليا متى الأم متى فاتى هناك طبعا درس خاص بشرح مفردات العائلة بشكل مفصل هنا نحن نركز على تلخيص مفردات كتاب بونز لمعرفة كل الكلمات الأساسية بمواضيع مختلفة الآن لننتقل لجزئية أوتا عندي عشتات أي أماكن بالمدينة لنبدأ بي بيكاغاي مخبز بيكاغاي زوبارماركت السوبرماركت شولة المدرسة شولة في دهولبته دائما نركز على تكرار قراءة الكلمات من بعدي فهذا الأمر مهم جدا ويساعد على تحسين نطق مقاط الحروف أبوتيكا الصيدلية أبوتيكا بانك البانك أو كرسي الحديقة حسب السياق بانك بانهوف محطة القطار بانهوف وركز على وجود حرف الها بوسط الكلمة فهو هنا لا ينطق بل يجعل نطق مقاطع الحروف الطويل أي بانهوف وليس بانهوف كغانكنهابس المستشفى ريستورانت المطعم باك حديقة فابن الألوان غوت بلاو غون قلب شواتس وايس بغاون الآن دعونا ننتقل لجزئية إسن ون ترنكن أيام الأسبوع تاجي ون تسايتن مونتاق دينستاق متوخ دوناستاق فريتاق سامستاق ون ترنكي 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 وغغوس كبير طبعا كلاين قد تأتي أيضا بمعنى قصير أو صغير وغغوس كبير أو طويل قديم أو كبير بالسن حسب السياق شاب أو صغير بالسن جميل بطيء سريع هناك أيضا فيديو كامل يقوم بشرح كل الصفات الأساسية والمهمة مع عكسها لكن كما ذكرت لكم هنا نقوم بأخذ أساس من كل المواضيع المهمة دي نتحدث قليلا عن الملابس همد تعني قميص همد هوزة البنطال هوزة شوة أحذية شوة ياكي السطرة ياكي كلايد فستان كلايد غوك تنورة غوك الآن لنتحدث عن الفعكاسمتل وسائل النقل الأساسية آوتو هي السيارة وبوس الحافلة تسوك القطار فاغات الدراجة الهوائية فلوك تسوك الطائرة والشيف السفينة شتغاسن بان تعني لترام أو قطار الشارع أوبان المترو اختصار لأنتاج عن بان أي قطار ما تحت الأنفاق تاكسي هي التاكسي سيارة الأجرة فلوك هافن تعني المطار الآن لنتحدث عن الأنشطة اليومية تاجلش أكتيفتاتن أوسجتين الاستيقاف أوسجتين أي أن تنهضة تسينبوتسن تنظيف الأسنان تسينبوتسن دوشن الاستحمام دوشن فروشتوكن تناول إفطار فروشتوكن عبايتن العمل عبايتن العنوان التالي هو الصحة شمعص هو الألم الأدوية المستشفى صالة التمريد الرياضي أو النادي هي ممارسة الرياضة الطقس وفصول السنة تعني الشمس المطر الآن لنتحدث عن الفصول لنقوم الآن بذكر بعض الأفعال الأساسية التي تتكرر بالمستوى الأول ماخن أن يفعل أو أن يقوم بعمل شيء معين جين أن يذهب كومن يأتي وأسن يأكل وفغسن أيضا تأثي بمعنى يأكل لكن تستخدم مع الحيوانات تخنكن يشرب شلافن ينام لأن يتعلم لأن وشتديغن يدرس ما الفرق بين لأن وشتديغن؟ لأن تصف عملية التعلم وتستخدم للتعلم الذاتي أي بشكل مستقل شتديغن قد تندرج تحت سياق أكاديمي مثلا يدرس مادة بالجامعة يدرس بمعهد لغة أو بشيء آخر لازن يقرأ شغايبن يكتوب وشبغشن يتحدث المشتريات والتسوق كاوفن تعني يشتري كاوفن فيع كاوفن يبيع فيع كاوفن السعر وغلد المال غلد معت السوق معت جشفت المتجر جشفت غشنونغ الفاتورة غشنونغ كخيدي تكاعته بطاقة الاعتمان كخيدي تكاعته أعطي أن تلتسة الأماكن والمواقع ثلان هاوس المنزل شولة المدرسة عبايت عبايت هنا تأتي بمعنى موقع أو مكان العمل كينو السينيما وتستخدم بالعديد من السياقات المساعدة الأولى بيبليوتيك تعني المكتبة بيبليوتيك بانهوف هي محطة القطار وكخانكنهاوس هو المستشفى قمنا بذكره مسبقا الآن لنتحدث عن ليبنز متل وانت كتخينك أي الطعام والشراب بالعناوين الرئيسية أوبست الفواكه وغموزة الخضروات فلايش هو اللحم يندرج تحته اللحم البقري لحم الدجاج كما نعلم في ألمانيا هناك العديد من أنواع الخبز ملح الحليب وغسر الماء زفت العصير زفت كافي القهوة وتي الشاي هالو لويتون هاسيش لكم اليوم سنتحدث عن أحد أهم المواضيع الأساسية من جزئية التاريخ على النفس تحديدا الهوايات يا داس هوبي داش حوبي وللجمع داس هوبيز داس هوبيز بإضافة حرف الأس بداية هناك سؤال مهم ماذا تحب أن تفعل بوقتي فراغك؟ ويمكنك أيضا أن تقول ما هي هواياتك المفضلة؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ وللإجابة بكل بساطة يمكنك مثلا قول إش بيلي جان فوسبال؟ إش بيلي جان فوسبال؟ أي أحبوا لعب كرة القدم نلاحظ هنا استخدام جان للتعبير عن حب فعل شيء معين إش ليزن إشت جان؟ إش ليزن إشت جان؟ نلاحظ هنا وجود نشت جان للتعبير عن عدم الرغبة وعدم حب فعل شيء معين الآن مباشرة لنقوم ببناء أساس مفرداتك المتعلقة بالهوايات من الجمل السهلة والبسيطة ونصعد بالمستوى بشكل تدريجي لنبدأ بإن ماينا فغايت سايت شبيلي إش فوسبال؟ في وقتي فراغي ألعبو كرة القدم إش جيه قفت إنس فتنس شتوديو؟ نلاحظ بداية لدينا إنس أي preposition in plus das قمنا بشرح هذا الأمر بالدرس السابق إضافة لوجود فتنس شتوديو كيفية تركيب اللغة الألمانية فتنس شتوديو أي أذهب كثيرا إلى الصالة الرياضية إش ما لقاني بلدا؟ أحب رسم اللوحات وهنا نلاحظ وجود ملاحظة مهمة باستي أون تعشيدن تسفشن بلدا أون فوتو؟ ما هو الفرق بين بلدا أو بلد أون فوتو؟ بكل بساطة بلد هي عبارة عن لوحة لوحة قد تكون مصورة مرسومة معلقة بشكل كبير على الحائط بينما فوتو تستخدم عادة للتعبير عن الصورة الفوتوغرافية أموخين اندى شاوة إش فيلمة؟ أموخين اندى شاوة إش فيلمة؟ أي في عطلة تهاية الأسبوع وشاهدوا الأفلام نلاحظ فيلمة، إساس نيشت فيلم، أي جامع، بلوغال إش هوغي جاني موزيك؟ أحب الإستماعة إلى الموسيقى إش هوغي جاني موزيك؟ إش مخي جاني يوغا؟ إش مخي جاني يوغا؟ أي أحب ممارسة اليوغا؟ إش غايزة جاني؟ أي أحب السفر؟ إش غايزة جاني؟ إش جيه جاني شبتصيرين؟ أي أحب الذهابة للتنزو؟ إش جيه جاني شبتصيرين؟ إيش بيلي كلافية أي أعزفو على البيانو إيش كوخي جعني نوعي غتسبتة أي أحبو طهية وصفات جديدة أحبو أن أجرب ذلك إيش مخي جعني هاند عبايت أي أحبو القيامة بالأعمالي اليدوية إيش طوخي جعني أحبو الروس إيش طوخي جعني توخي نجين هو الذهب للروس إيش فوتوغرافيري جعني أو إيش فوتوغرافيري أفت على سبيل المثال إيش بيلي فيديو شبلي وحبو اللاعب على العاب الفيدو إيش كينيسي استسايت إن دعنا توة توفى عبرنجن إيش كينيسي استسايت إن دعنا توة توفى عبرنجن أي أستمتع بقضاء الوقتي بالطبيعة في عطلة نهاية الأسبوع وحب الذهابة للسباحة هو يحب العصف على الجيتار إش انت غسير مشفوع فوتوغرافي؟ أنا مهتم بالتصوير الفوتوغرافي الآن لنقوم ببناء الجمل بسياغة مختلفة بعض الشيء أمضخي ندي جيش جان شبتصيرن؟ بعطلت نهاية الأسبوع وحب أن أتمشى ناخد عبات زيش أفت فان وهنا لدي ملاحظة مهمة ما هو الفرق بين فان وفانزي؟ فان هو التلفاز فانزين هو فعل مشاهدة التلفاز هناك العديد من المتعليمي اللغة الألمانية الجدد يخليطونا بين فان وفانزين لذلك احذر جيدا شبيل جانا في فوسبل مت ماين فرويندن؟ شبيل جانا في فوسبل مت ماين فرويندن؟ نلاحظ حرفين الاي والإن بنهاية الكلمات تكون إن وليست إن زندان إن وخنين دقيعيش أفت إنس فتنس شتوديو عم تسو تخينيغن في أطلت نهاية الأسبوع أذهب غالبا أو عادة للنادي الرياضي للتمرين إش مخيادن معجن يوغا ومفيت سو بلايبن؟ بكل صباح أقوم بممارسة اليوغا للبقاء بصحة جيدة أبنت شوى إش قفت فيلمي ودا زيرين في فانزين نلاحظ هنا فانزين إذن أنا أشاهد بشكل مباشر إشترفي قفت ريجل ميسيش مت فرويندن تسم كافي تخينكن ألتقي بانتظام مع الأصدقاء لتناول القهوة أم مواجن جيه إش أفت جوغن أم إنيعي جيلادن إن دن تاكت زو شتاتن أي بالصباح عادةً ما أذهبو للجري لبيد اليوم بطاقتن عالية ودا، دس فا آل فو هؤيته لا تنسان تقوم بحل اختبار بعد هذا الدرس فيل أفولك